سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعي الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم بغفرة وهجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الغرن بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكنون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نغبة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فيه إن ذلك على الله يصير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح مجاج ومن كل تغتلون نحما طليا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرا تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا وازرة وزر أخرى وإن تدعو مففلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنبئوا الذين يخشون ربا بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرام وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كلب الذين من قبلهم جاءتم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كبروا فكيف كان لكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء من فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحم مختلف ألوانها وغرى ببسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى نياه يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من خضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يدي إن الله بعباده لخبير بصير ثم أوثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤهم ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذاب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصبا ولا يمسنا فيها دروب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفض عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربما أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم المذير فذوقوا فما للظالمين من مصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتهم أمس كوما من أحدهم من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءه النذير ليكونون أهدا من أحد الأمم فلما جاءه النذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يغاخر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابا ولكن يغخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا اشتركوا في القناة